إذا أنت بمسجد وراد يطلع من عندك هذا البصاق أجلكم الله اتفال وبدل ما تدفل بالمسجد أو بمحرمة يعني كلينسة وهم نفس الحالة راح تذبها بالمسجد أنت لو فرضا فرضا رجعتها يعني بلعت ريجك بلعت ريجك كرامة لبيت الله تعظيما للمسجد الله سبحانه وتعالى ش راح يمطيك النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت عليهم السلام هم قايلين عن هذا الجانب باعتبار أنا دوخت روسكم دائما أني أقول ترى كل شعدهم وما خلوا شي ما قالوا زين هس عن هذا الموضوع هم قايلين شي اين عم من اللي قايل جعفر بن محمد عن أبيه جعفر الإمام الصادق أبيه الإمام الباخر عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رد ريقه تعظيما لحق المسجد تعظيما لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده إذا عظمت المسجد بهالطريقة هاي الكلام وقلتها بمنشور سابقه وبعض الناس مو بس ريقه لا اصلاً بالمسجد يطلع روحك قر موسى وموسيق أنت قاعد بمسجد أو بالشارع أو بسيارة خارج حدود الأدب أصلاً الكلام من كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال صفحة 44 ثواب مرت دريقه تعظيما لحق المسجد الرواية رقمها واحد دمتم بخير وفي امان الله